اشتركوا في القناة وتزامن الاقتحام أيضا مع ذكرى ما يعرف بخراب الهيكل مصادر محلية في القدس أكدت أن حشودا من المستوطنين تجمهر منذ الصباح بانتظار فتح باب المغاربة الذي يدخل المستوطنون من خلاله إلى باحات المسجد وبحضور خمسة أفواج من المستوطنين حاولت شرطة الاحتلال تفريغ باحات المسجد من المصلين المسلمين بالقوة لفتح الطريق أمام المقتحمين في مشهد مماثل لما حدث العام الماضي عندما اقتحم المستوطنون باحات المسجد عقب أداء المسلمين صلاة عيد الأضحى وأدى الاقتحام إلى وقوع إصابات بين المصلين واعتقال عدد منهم وقبيل اقتحام باحات الأقصى دعا مدير المسجد الشيخ عمر الكسواني الفلسطينيين إلى التصدي لاقتحامات مكثفة دعت لها ما تسمى بمنظمات الهيكل بينما صرحت حركة حماس بأن دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد في يوم عرفة يمثل استفزازا لمشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم ودعت فلسطينيين داخل إلى الرباط في المسجد الأقصى كما دعت المسلمين في أنحاء العالم إلى الوقوف في وجه محاولات الصهاينة التي تستهدف الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس ترجمة نانسي قنقر